مع كل دخول مدرسي جدل تثيره رسوم التسجيل بمؤسسات التعليم الخصوصية يشتكي أولياء التلاميذ من زيادات متكررة على مستوى الواجبات الشهرية وارتفاع تكاليف التأمين روبرتاج سامير أسبان فؤاد الحرش وأنور الغمري مصاريف تصل قيمتها إلى 1500 درهم يحتاج توفيرها عزيز لتسجيل ابنته التي تتابع درستها بإحدى المدارس الخاصة بالرباط هذه السنة تفاجأ هذا الأب بحدوث زيادات على مصاريف التنقل وتأمين حسب ما أخبرته إدارة المدرسة فش بشينا نسجل ويدتنا تفاجأنا أنه كان زيادة في تسجيل كان زيادة في لاصيرونس كان زيادة في الواجب الشهري فهاتي ما كنا شردين له البال فش سولنا رقنا يعني معظم المدارس يزادوا احنا على سبيل المثال يعني المدرسات زادت فيها 200 درهم في التجال و200 درهم في التخنسبور و200 درهم في الشهر رسوم التسجيل في المدارس الخاصة لا تزال تتير الجدل مع بداية كل موسم دراسي يشتكي أولياء التلاميذ من زيادات متكررة في تكاليف التمدرس بالقطاع الخاص والعبء يزداد ثقلا كلما كان عدد الأطفال أكبر بعد كورونا تقريبا الرسوم كل عام كتزاد وأيضا بالنسبة للنقل المدرسي أيضا المصارف دياله كتزاد عام بعد عام كتفشي المؤسسة كتفاجأ بأنه كالك يطلب أكار في درهم كالك يطلب ألف وخمسمائة درهم الواحد شكايات مختلفة تتلقاها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بخصوص التمدرسي بالقطاع الخاص تزايد عدد هذه الشكايات التي يقدمها أولياء التلاميذ منذ بداية فترة جائحة كورونا من جانبها أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على الضرورة تأطير العلاقة بين إدارة المدارس الخاصة والأسر لتحصين أكبر لحقوق التلاميذ غياب واحد الإطار القانوني كيمضم هذه العملية للتسجيل وعملية الأداء في غياب هذا الإطار القانوني تتلقى الباب مفتوح لإجتهادات وحيانا لتجاوزات بعض ذلك توقعها إلا استطاع أنه المشريع يحيط بهذا الموضوع يعني سيضع حد لهذه المشاكل التي تتوقعها تكاليف التمدرسي بالقطاع الخاص تتباين من مؤسسة تعليمية إلى أخرى فيما لا يخضع حاليا تحديد الرسوم والواجبات لأي ضبط من قبل الوزارة الوصية فالمؤسسات الخاصة تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة كل مؤسسة تدير الأسعار حسب الجودة والخدمات التي تقدمها وهو مسألة تفاهم بين الأسرة وبين المؤسسات تعليمية لحد ساعة لا يوجد هناك واحد الاتفاق حول تسقيف الأسعار وجميل أنه يكون داخل مؤطر هذا التعليم هذا في هذا الاختيار يكون مؤطر بوحل العقد بين الطرفين المؤسسة والأسرة يكون عنده بنود واضحة بعيدا عن منطق الربح وهواجس السوق يبقى الرهانو توفير ظروف ذات جودة للتمدرس بالنسبة للتلاميذ في الوقت الذي تستقطب فيه مؤسسات التعليم الخاص حوالي مليون ومائة ألف تلميذ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر